هذه أبرز العنوين وليد رقراجي يتخذ خطوة همة نحو ضم موهبة جديدة للمنتخب الوطني لا يصدق نجم مغربي صغير ببرشلون يبهر العالم وجامعة القجع تستعد لضمه للمنتخب المغربي الرقراجي قريب من حل مشكلة كبيرة بالمنتخب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كي توصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك والتفعيل الجرس وليد رقراجي يتخذ خطوة همة نحو ضم الموهبة الجديدة للمنتخب الوطني التقن ناخب الوطني وليد رقراجي باللاعب الشاب الواعد أسامة الصحراوي في فرنسا وفق لمصادر موتوقة ويأتي هذا الاجتماع ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لمواجهته المقبلتين ضد جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المملكة المغربية العام القدم وأشرت المصادر إلى أن رقراجي استغل وجوده في فرنسا لعقد لقاء شخصيا مع الصحراوي حيث ناقش العديد من الأمور المتعلقة بانضمامه المحتمل إلى المنتخب الوطني ومن المتوقع أن يتم استدعاء الصحراوي لمعسكر المنتخب الذي سيعقد في أكتوبر القدم جدرا بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد حصلت مؤخرا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتغيير جنسية الصحراوي الرياضية ما أتح له فرصة تمتيل المنتخب المغربي بعد ملعب سابق للفئة العمرية للمنتخب النرويجي ويأتي هذا التطور في ذلك تصدر المنتخب المغربي المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية برصد ست نقاط بعد فوزين على منتخب يلقابون وليزوتو لا يصدق النجم المغربي صغير ببرشلونة يبهر العالم وجامعة القجاع تستعد لضمه للمنتخب المغربي تحدثت صحيفة موندو دي بورتيفو الإسباني عن الموهبة المغربية آدم كروهل الذي يلعب مع فتين برشلونة الإسبانية مبرزة أنه يملك مؤهلات كروية مكنته من أن يكون أحد الأسماء المتألقة في مركز وسط ميدان متقدم حيث الذي التحكم لا يصدق للكرة في مختلف الوضعيات ومروغ بارع وكشف المصدر أن كروهل يمكن أن يحمل قميس المنتخب المغربي في المستقبل بفضل صديقه في الفريق الكتالوني المغربي موحى أخو ماش أخو لاعب المنتخب المغربي إلياس أخو ماش المتوج أخيرا بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس رفقة المنتخب المغربي الأولمبي يشار إلى أن كروهل المولود في مونشينغلادباخ الألمانية من أبوين مغربيين استقدمه بارشلون من فريق إيندهوفن عام 2023 أرقراقي قريب من حل مشكلة كبيرة بالمنتخب أصبح حل أزمة مركز الضهير الأيسارة في المنتخب المغربي قاب قوسيني وأدنى مع اقتراب عودة النجم أضم مصين إلى الصفوف أسطود الأطلس وأشارت مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب إلى أن مصين لاعب نادي طورين الإيطالية بات ضمن الخيارة المتاحة للمدرب وليد راقراقي للمشاركة في المعسكر التدريبي المقبل استعداد لمواجهة أفريقيا الوسطى في تصفية كأس أمم أفريقيا وتأتي هذه الخطوة بعد تألق مصين لافت للنظر مع فريقه الإيطالي هذا الموسم مما جعله خيارا قوي لتعزز خط دفاع المنتخب المغربي ومن المتوقع أن يشهد التشكيل النهائي لأصود الأطلس عودة عدد من الأسماء التي غابت عن الفريق منذ فترة أبرزها مصين الذي يعتبر أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة طور حالي وأكد مصدر من الجهاز الفني حسب موقع الأيام أرفع 24 أن مصين موجود في القائمة الموسعة للمنتخب المغربية مشيرا إلى أن اللاعب يتمتع بخبرة كبيرة ويمثل إضافة قوية للفريق وهو ما قد يستفيد منه حاليا وليد راقراقي وأضف المصدر أن مصين سيتنفس على مركز الضهير الأيصر مع مجموعة من اللاعبين الموهوبين مثل آدم أزنو وزكري الوحيد ويحي عطية الله يذكر أن مصين سبق له تمثيل المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب السابق وحيد خلل زيتش وكان قريبا من المشركة في منذ القطر 2022 لولا الإصابة التي أبعثت عن الملعب في اللحظات الأخيرة وسيدخل المنتخب المغربي في معسكر تدربي مغلق بمركز محمد السادس برباط استعداد لمواجهة أفريقيا الوسطى حيث يسعى أصد الأطلس لتحقيق نتيجة إيجابية قبل نهائية بطولة كأس أمام أفريقيا التي سيصدفها المغرب العام المقبل إن شاء الله بيليغريني الزلزولي لن يسدد ركلة الجزاء مجددا شهدت مواجهة فريقيا ريال بيتيس وإسبانيو للا تجارة مساء الأحد إهضار الدولي المغربي عبدا صمد الزلزولي لركلة جزائنا عند الدقيقة الخمسة والأربعين الأمر الذي تأتر غضب منوي بيليغريني مدرب الفريق وقال بيليغريني خلال المؤتمر استعفي الخاص بالمواجهة قرر الزلزولي بتنفيذ ركلة الجزاء لم يعجبني على الإطلاق وليس لدي أي تفسير يذكر خاصة أن لوسيلسيو هو المسؤول عن التسديد لقد أراد ترك الأمر للزلزولي لكن هذا الموقف لن يتكرر ورغم إهداره لركلة جزائي لأن مهاجم المنتخب الوطني قدم مستوى مميز إذ نجح في صنع مجموعة من الفرص مما مكنه من الحصول على تقييم بلغ 7.2 وفق موقع سوفا سكورا المتخصص في أرقام وإحصائية اللاعبين وشارك الزلزولي هذا الموسم في عشر مباريات بين بطولة الدورة الإسبانية ودور المؤتمر الأوروبي التمكن من تسجيل ثلاث أهداف وصناعة هدف أخر يذكر أن عبد الصمد الزلزولي وقع لريال بيتي الصيف عام 2023 في صفقة بلغت 7.5 مليون يورو قادما من برشلونة بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027-2028 خلاف حد يدفع حاكم زياش نحو الخروج من غلطة السراء كشفت تقرر صعوفي تركيا عن توتر شديد في علاقة الدولي المغربي حاكم زياش بمدرب فريقه غلطة السراء أوكامبوروكا هذا التوتر بدأ بعد أن جلس حاكم زياش على مقاعد البودلاء في مباراة مهمة بدور أبطال أوروبا مما دفعه إلى تعبير عن السيائه بشكل علني وأكدت تقارر أن زياش أبلغ المدرب برغبته في الرحيل عن الفريق وهو ما زاد من حدة الخلاف بينهما ويبدو أن المدرب لا يدخل زياش ضمن خططه المستقبل للفريق مما يجعل بقاء اللاعب في تركيا أمرا مستبعدا كما يحتوي عقد حاكم زياش مع غلطة السراء على بند ينص على تمديد العقد تلقائيا في حال مشاركته في نسبة معينة من المباريات ومع ذلك قرر النادي عدم تفعيل هذا البند بعد الشجار الذي حدث بين اللاعب والمدرب وبعد تصريحات زياش قرر المدرب ابعده تماما عن حسابته الفنية ولم يعد اسم اللاعب يظهر في قوائم الفريق الرسمية مما يؤكد رغبة النادي في التخلص منه في أقرب فرصة ويعود السبب الخلاف الرئيسي بين حاكم زياش وبروك إلى رغبة اللاعب في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة أساسيا ويشعر حكيم أنه يستحق مكانا في التشكيلة الأساسية ولكن المدرب يرى أمورا أخرى ومع تظهر العلاقة بين اللاعب والمدرب أصبح من المؤكد أن حاكم زياش سيغادر غالة السراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويتوقع أن يبحث اللاعب عن فريق جديد يمنحه الفرصة لإثبات نفسه ترجمة نانسي قنقر